قال رئيس مجلس الدومة الروسي أن الوضع في أوكرانيا كان يمكن أن يحل سلميا لكن ذلك لا يفيد الولايات المتحدة أيضا أضاف أنه كان من الممكن تسوية الوضع القائم بطرق سلمية ولكنه أمر غير مفيد بالنسبة للولايات المتحدة ولمن يتعاون معها وفق المسؤول الروسي فأن بعض الساسة في الغرب لا يفكرون في المستقبل كما أن مصير الأوكرانيين لا يهمهم لم يتوقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي ولكن كيف تناشد المزيد فما الذي ينقصها من الأسلحة بعد؟ متابع نحارب باسم الغرب هذا ما تقوله أوكرانيا ولأجل ذلك تناشد بإمدادها بمزيد من الأسلحة الغرب لب نداء لكنه لم يرسل حتى الآن سوى 10% فقط من حاجة كيف من الأسلحة وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية في التفاصيل تطالب كيف بألف من مدافع هاوتسر التي تعرف بقصرها وخفتها من دون أن تضحي بمداها أو دقتها بحسب بيانات الجيش الأمريكي تطالب سلطات الأوكرانية أيضا بـ 300 من أنظمة إطلاق الصواريخ MLRS فضلا عن 60 قاذفة صواريخ وهو رقم تقول أنه أعلى بكثير مما وعدت به الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن في القائمة تضع كيف كذلك 500 دبابة وألفين مركبة مدرعة وتعزو ذلك إلى امتلاكها قطعة مدفعية واحدة فقط مقابل كل 10 إلى 20 قطعة روسية على الخطوط الأمامية ليس أخيرا تطالب كيف بألف طائرة مسيرة لتساعدها على قلب موازين الحرب في مواجهة ثاني أقوى جيوش العالم الجيش الروسي ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف مبنى سكنيا في دونياتسك شرقي أوكرانيا إلى 15 قتيلا وفي تطور آخر أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعين لمدافع هاوتسر أمريكية الصنع في دونياتسك من جانبها أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع قصف روسي استهدف مناطق في خاركوف أو خاركيف شرقا ولكن من دون تنفيذ هجوما برية إلى ذلك نشرت وسائل إعلام بلا روسية في بيديو يظهر كيفية تفخيخ الجيش الأوكراني للمسيرات الوجومية عبر تعليق قذائف عليها قبل إرسالها للهدف المتابعة اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على اليوتيوب لمتابعة برنامج الرابط معي أنا السحر الميزاري ترجمة نانسي قنقر